سباح الخير سباح النور لكل مسامحية راديو ميد هذي صبحية جديدة هذو موضوع جديد يجمعنا بكم في البرايم تايم كل عادة كما تعاوتوا معنا من سبع حتى للعشرة متاع الصباح من اثنين حتى للجمعة لليوم ثلاث خمستاش جوام الفين واحد وعشرين ان شاء الله نهاركم مبروكو سعيد بكل التوفيق كل النجاح للناس اللي ماشية تخدم الناس اللي ماشية للامتحانات القرية ان شاء الله بالنجاح والتوفيق كل عادة تسمونا على الفريقون سمتانا وتابعونا زادة لايف على الباش فيسبوك رجمية يونيزي سباح النور معظر شريف سباح خير وسامة سباح النور مولانا احمد السومية والناس اللي يتابعوا فينا في برايم تايم يقول مشا الله نهاركم مبروك سعيد سباح النور صوفيان فرحات سباح خير لهاركم طيب مشا الله نهار مبروك على نس كل كما قلت مشا الله ربي كذلك يجيب الربح والفلاح لكل من اقصد ربي اللي ماشي يخدم واللي ماشي يقرأ واللي عنده زادة فكرة يحب يحققها في حياته الوضع الوبائي هكتشوف معناها اليوم 56 يظهر لرقم الاخير وعنها 16567 لرحوم المتوفي وسمعت البنحة الكلام تعني ساف بن علي اللي هي ناطقة رسمية باسم وزارة الصحة اللي قالت الوضع مازال ختير خاصة في ولايات القيلوين وسيدي بوزيد والقسرين والكيف وباجة وسريانة معناها الي هي فيها اوضاع الحق خائبة ياسر ونسبة الاصابات فيها اه تفوت ستين في المية يعني بالنسبة للقيلوين لونك ما نقولوش النا اه اربحنا لكن اه في نفس الوقت تحسوا انو البيك هذي ممكن توا دي عرفناه لي متلو اسبوع لي فات ممكن سستبيليز ينقذ شوية يبقى بيرسور يلزمنا انه نعفو كفاش نتعاملوا مع اه العيد الكبير اه للأسف الشديد اه سعودية قالت انو اه الحج بشي اه اه الغالب للظرورة هي حكام وحكام الظرورة موجودة في القرآن وفي القانون وفي المنطق وفي كل شي اه كان على المقيمين اه غاديكا وبالتالي موسم الحاج بالنسبة للتوانثة ناس حييتها كاملة يقوموا يحلموا بشي يحجوا بشي 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 يقابلوا وجهه ربي يمشوا بالكعبة اه يقوموا بالتقوس ومتاحها ومشي يشدوا فشباك سيدنا صلى الله وسلم يأحلموا الناس بذكا وانا نتفهم وانهم يحسوا بألم كبير وان شاء الله العام جاي تكون الظروف افضل ونرجعوا للكوتان تاعها تقريبا حداش نلف حاج حاجة كم هاكا كل عام لونك للأسف الشديد ظروف صعيبة في في القيروان معناها مدوا اسبوعين في الاجراءات وساكروا توا حتى المعحاضن وغيروا الحق يلجم تونس يتلفتوا شوية لاخواننا في القيروان لهم ظروفهم صعيبة في نفس الوقت اسمعت كلام ناس يا عامر الورباني مدير امتحانات البلح واللي هو عاملوا كونفرنان دو بلاس وجبدوا عديد المعطايات دونك هو ادخل في بعض الزعات وتحدث واسمعت كذلك وانو هذا ثاني لقم منتاع الناس بشعدي وبكالولا تقريبا مية وستة وعبعين الف ثاني اكبر لقم منذ الاستقلال اكبر لقم سالع عام الفين وثمانية عدا مية وستة وخمسين الف هالبسلة مرتبتة ببوم ديموغرافيك مرتبتة بمنظومة تربوية منظومة تعليمية بالضبط لكن اه الحق سما اه غدوة بش يبداو ان شاء الله و اه ربي يوفق وربي ينجح الجميع وان شاء الله نوصلوا كذلك السؤال الذي لم يطرح علش فرانسا نسبة النجاح ببكالولا تسعين في المية وعلش احنا يبقى نجاح بتاعنا في حدود ستة وتلسين سمعة وتلسين تسعة وتلسين يعني عمرنا ما فوتنا الخمسين في المية اه سؤال حق مصروح وننذكره زيد العاوب نفيت فما برشة اصفر في الامتحانات تم اصفار خاصة في مواد معينة اه في المغات مثال الاجنبية وغيره لنك ربي يوفقهم الشابيبة الكل ونقولوا لهم اليوم يحضروا الواحم يلدوا بالهم البشوتاج لانه تنجم تكون احسن تلميذ وتجي قدام الامتحان ارسلك هيروس الورقة البيضاء والفكرة المستحيلة وغيره وبالتالي يلتحوا هاوكا حضروا الواحم وكل شيء اليوم من نص نهار ارتحوا ارتحوا يزيكم من المراجعة وغيره واخدموا على اه النفسية وعى المنطال والاولياء كذا يكلموا يرافقوا اولادهم في هذا اه المستوى ولو البكالوري عيد منعوك اه ما يشارش فيها باس اللي عنده زو صدروا اه يشري الولد ولا بنته حاجة بش يمشي بها للباك لانها هي عيد جمهورية طعف البكالوري هذي كمصدق مانيها حاجة تبعك حياتك حاجة هاكا خد ما تخو خد ما تخوش حياتك خد ما تخوش حياتك تبقى البكالوري حاجة ولو انه ولو انه بعض البكالوري او كل عام باك يسمي نحطه هما ليه الباك تبقى عادها معليها هكا سامبوليك رهيبة حتى في فرنسا تشوف في بلدان الاوروبية اه وغيره على المستوى الديبلوماسي شفنا انه سيد وزير خارجي بش يمشي لدارها يحصل يحصل مؤتمر قمة الدول العربية اه اللي بش يحكيه في جزء مسائل اساسية اولا قضية صد النهضة اللي بيطلب من مصر والسودان والبلاد المصر تختمر اه بالكداء ثانيا بيصور اه شو الحشر القضية الفلسطينية اولا نرى الحشر القضية الفلسطينية يجب ان يخدموا عليه مان لانه بعد اه ما رحل اه الحرب والصدام والصراع سما تحس بي سما موجه بتاع السامباتين مع الشعب الفلسطيني بدات الناس تحل عينيها ويمكن الى الامارات همتني اه الى الامارات هي بعض البلدان العربية مش مستعرفين الى الامارات معتها غريب ما وفمه ووقف تم اتخاذها ايه غريبة بصراحة سما بعض الدول العربية مش مستعرفة اطلاقا بمسائل كما هكا لكن احنا يجبنا ناخد موياسة العرب والمسلمين وغيره على هذا اه المستوى ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع هذي تكون فيه كذلك نتاج اجهبية لزير عبشادية سيطرة الجمهورية الى ايطاليا بطلب مدرئيس سيطرة سابعة مسر شركة تانية قابل شركة الجمهورية وحكاوه في المسلم هذي اه بالذات علما انو احنا على مستوى الغاز قادي نقدم شوية الان طرف اللي حقلنا وارا واحد وقادي يعطي تقريبا صلصا عن انتاج اه متاع تونس ويغطي تقريبا خمستاش تونتاش في المائة من حاجيتنا اللي هو حق الواحد يعني ومازال فيه بوتانسي الكبير دونك ولينا اه نقصنا على مستوى فاكتولين الجيتي كمتعنا مع الاخوانة الجزائر والطلب كذلك على الغاز متاع الجزائر اه موجود في البلدان الاوروبية وتونس بين سوي القادة اه تربح منه دونك ان شاء الله ان شاء الله ثمان سيك الفيرتو يسير في نفس الان شوفنا المشاهد مزرية جدا في البرلمان مرة اخرى شوفنا عاركو معروك وشوفنا توا وصلنا وانو سلطة تنفيذية بشتشكي بسلطة تشريعية السلطة قضائية منها اه اه حصيلة نهار كما البالح تقعد بهت معناها في هال المواقف في اه اللي قاعدين يخذوا فيها وانتوك انا نقول نمشي وصلوا نوت بوزيتيف ان شاء الله الكورونا اه ندخلوا فيه ندا كولوريا هبتع توا نسبة لاصابة الوطنية 23% اللي هي تبقى مرتفعة لكن في فترة ما التفعت اكثر ثانيا بالبكالوريا ان شاء الله يبدأ موسم لحصيدة حصيدة الديبلومات حصيدة لقابة حو الشعير اللي بدأت كذلك السنة حصيدة كذلك الافرح والمصرار عليش على خطر بش تجيل المواسم من تعال عروسات وغيرو اما ياخي يلدم اه حذار كبير جدا ويلدم حضور من السلطة على هذا المستوى واضح موعد اتفضل ايه والله شوف نتمنى وبالطبيعة بالنجاح للناس الكل وخاصة جماعة البكالوريا وخاطر اولا لانه عام استثنائي عام ما كانش عام عادي وهو احنا كقرينا في الباك وعادينا الباك وكانت معانتها ظروف كلها مريقلة وكل شي منظم وشي مسطر وكل شي وقينها صعوبة تخلي معانتها الناس هذم الاولاد بتبعها والاولياء اللي بتعديه وبعاهم صعيب نهار يقراه نهار ليه نهار بالمخالف نهار كوفيد نهار ما يجيه وش نهار يجيه نهار استاذ يمرض نهار استاذ يتعب الى غير ذلك بروغرام مفهمة وفية شنو بش يجيبونا ما كتعرف نحن نكمل البروغرام مقول شاي تلقيك الهاجس بتاع التلميذ شنو بش يجيبونا فالدوار نقول له هو عام استثنائي حتى حد ما يبدأ يعطيهم في الدروس لا اولياء ولا اسادة ولا حد شي خليهم يقراه ويحضروا على روحهم اللي عنده نصيحة بها يقولها ولي ما عندوش مش لازم نخرج الكلمة الطيبة اي مش لازم يبدأ تضغطوا عليهم وآه وعمل هك وش بكم عالتش هك وقوم وعمل هك دي متعطيهمش دروس ومعنى تقرأ ويعرفوا مصلحتهم ويعرفوا آآ ما يصلح بيهم لانو اللي متعطين به على المستوى النفسي يعلم بيك ان آآ ربي معنى اللي عندو كلمة بيه يقولها حتى الاولياء مش لازم تعاملوك تعاملوهم وصلتوا عليهم نوع من الضغط معنى انتا الولياء بطبيعة يحبوه ينجح معنى دي ما نيتوا بيه اه مهما بيشوى بيشوى مش لازم آآ يكثر عليه يحاول آآ ينكدري هكا بشوى بشوىеров مش لازم لازم يفرض عليه فماش حتى آآ قوالب جاهزه حراهوا على معت التخرج على التلايم ذلك كل تلميذ وкраش مخ وكل تلميذ كيفاش آآ اليحضر كل تلميذ كيفاش يقبل معلومة كل تلميذ كيفاش آآ يرقد وكيفاش ماما يرقد شوية فاما يرقد برشة فاما كلوحد كيفاش يركزو كيفاش آآ آآ بتبيعة والاختلاف اه رحمة مش نرجع شوي على الكوفيد شوف احنا مع الكوفيد ديما احنا نسيبه في رواحنا فهمتوا ديما نلوموا على رواحنا الى غير ذلك رغم اللي احنا معناش امكانيات وتقريبا معناش حكومة معناش حكومة واللي اه الشبح متى الحكومة اللي قاعد اه يحكم فينا ما عندوش استراتيجية معنى تهلو لا وهذاك الشو عليش عنا برشة وفية الله يرحمهم نتابع في الاخبار في العالم اه بريطانيا رجعت معنى انتها عملت خطوة الى الوراء انتشار السلالة الهندية فهمت وهنا شو ما نلاحظوا لاحظوا كل ما تصيب له شوي الكوفيد الى حد الان هو ينتشر مهما كانت انت القوة متاعك كدولة وهم الاجرائات ومهم التلقيح الى غير ذلك على ذلك حل لك الوحيد انك تجيب التلقيح حل الوحيد معنى انتها راه يجيب التلقيح وتلقع اكثر ما يمكن من البوبيلاسيون بتحنا معنى انتها راه الوقت اللى قاعد ماشى هذا قاعد ماشى خساراة راه يلزم بتقول يقول لي نحي مادة كلش وجيب التلقيح لانه كل كل معنى انتها الله اللى يقدر بش تصير حاجة بش تصير معنى انتها بش تأثر على الناس الكل راه وشوف احنا نتوقع قاعدين نغذل كل الوفيات وعادي بش نغذل الوفيات لانها اهم حاجة فهمت لكن العدد متاع الاصابات راه كبير وكبير ببرشة ومنتشر الاصابات راه يمنتشرة فهمت معنى انتها اللى هنا يزم نردوا بالنا اكثر ما يمكن فما اللي فيق بروحه وفما اللي ما فيقش فما كل احد كيفش اللي فيقب الروح ممشي قاعد وطيغ وعادي راه وشوف هنا واحد يمرض يبقى في الدار بش يخد يمشي يقول انا هاني مرضت فهمت يحب يحاول يحمي روحه ويحمي عائلته معاشي يخرج وكل شيء هذي الحاجة الحاجة الثالثة اللي ساير في البرلمان حكي عليها سوفياني سلطات ثلاثة او دخلت في شبه صراع خلينا نقول ولا شوف صراع اجرائي خلي اقول هكا سوفيان كان عش انتي القانون عندك اي اجرائي ما نعرفش انا شنو معانتها سلطة انفيذية تشكي بكتلة برلمانية ولو انو اللي قامت بيه معانت الكتلة البرلمانية احتجاج هو في الحقيقة تقول لي مو بالغ فيه اوكي مو بالغ فيه الاحتجاج لكن نفس ناجموا يقولوا الكتلة البرلمانية وانصارهم كيمشيوا احتجوا انتهار هزيتنهم البوليسية و vi انتهارات عليهمagens كيم فهم الاستعراض البوليسية خلينا أقولوا مشوفنا هو ايش في مثلا افرا في لمسيرات دтоящا لاتحادي ا technikation ولي مسيرات دان تلاحظت رفم البتان معنتها ايه توجدي cash مشكلة. مشكلة كبيرة اللي قاعدين نزايده بناس كل. مش هادهم بهين وهادهم خايبين نرى. كلهم مننا بنسمى لنا. هو الوضع الكله معتاك. تشوف المشهد. فهمت? اما قاعدنا نسانية وبعضنا كل واحد ريد احنا كل واحد عنده معتا مية جرام سلطة. المية جرام اذيك قاعد يمشي فيها لو ماكسيمو. معتا يكمل فيها الكل. فهمت? انتي موجي انا مشيت البارد ومعاملت لهكيك. انتي ما كنش جي معتا البارد والسحة. انتي شو ما قليت الحكاية. كيف كيف? بالنسبة رئيس الجمهورية عنده زيارة لإيطاليا. إيطاليا ماهيش من الدول اللي عندها برشة تلاقيح وماهيش من الدول اللي المصنعة الى غير ذلك. لكن اه مهم انه خروج اه اه الى الدول الاخرى. الحديث خاصة دول الجوار. وان شاء الله عاد مايقوليش رئيس بتاعنا مختص في شؤون المتوسط ومختص في الحرق. فهمت? خاطر ما ماذا بينا احنا كتوينسا. ماذا بينا عنا رئيس جمهورية متعدد لا ملتي ميديا كي ما يقول. خليه يتحدث على الحرقة يتحدث على الاستثمار يتحدث كي ما نجمش انا كل دي بلاسموت عملها بتحكي على الحرقة. خاطر ايطاليا ماهيش دولة ايطاليا بيدا تباقبق راه. ماهيش ما عنديش برشة تلقيح. ماهيش دولة مصنعة اولا. ثانيا ما عنديش برشة تلقيح. ثانيا نزلت تتلقح ومازلت معتها في اه دهدة كي ما يقولوا قولوا احنا ماهيش كل دولة متوسطية تعايت لك على الحرقة ستسا. ماهيش جس ما وقاطر معناتها يزبنا ان نفهمه وماذا بينا اكثر صحفين يرافقوا سيد رئيس الجمهورية خلينا نجينا الاخبار ما تصدعونيش مش انا نحبش نمشي. ماهينا ما نحبش نمشي اهي. ويخالي على الاقل معناتها كتاب ولا تلفزة ولا حاجات رسمية معناتها. خالي نيخذوا المواضيع اللي اخذوا الاقبار. الملفات والمواضيع اللي احكيوا فيهم. مش كون كان الحرقة الموضوع معناتها سيد رئيس جمهورية مانجمش كون يا رئيس جمهورية مختص كان في الحرق. بصراحة. وكي بش تقول انت لو تمو ويزم العادل ويزم وحكيت على حاجات بهين وكي يعطيك الصحة وكوش. لكن اولويات تونس معنا حاجات اخرى مهمة اللي هي التلقية. معنات ماذا بينا الدقل ببين. شوف انت قمام بشوفه اردوغان شكون قابل البارح وشوفه معناتها العالم يتحرك راه. راه فهما بوم اقتصادي جاية يزمنا نخلطه عليه. يزمنا نكونوا حاضرين فيه. يزمنا حتى ولو نشده سسمة يفقن. خلينا نفقنه عليها التناعمة على البوم ولا تجي فيهم تجيمة على البوم الاقتصادي. حتى من الاخرها كان نشده ونقضه مكبشين. مش ما يجيه ما يزموش يفوتنا. وانت بصراحة يلزم اكثر 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 خروج على الساحة الدولية. وحتى التكبيش هذيك ان شاء الله نخلطه عليها. ان شاء الله نخلطه عليها. ان شاء الله ما يفوتناش ترى هذيك. شوف بارح العلاقات اردوغان اللي يسب ويعمل وكل شاي كيفاش هو بايدن وكيفاش اه يسلم على بعضهم. يقول لي مفهماش هذي احنا اه الاسلام والشنوة والشريعة والكلام هذي كله اصدقاء مفهماش حتى اصدقاء. فما كان المصالح. افهموها يا سياسيين يا احزاب يا مناصري الاحزاب. راهوا فما كان المصالح. نجم من المتعارك انا وسامة اليوم وغدوة. عندي مسلحة انا وسامة وليه وصحابنا وليه. ذوك كله اه معنى زادة سينما قل لطفي اه بشنيق. نعني انها لازمنا نتحركوا شوية. لكن للأسف قاعدين لاي على المستوى الداخلي قايمين بواجبهم بتاعنا. نحكي على الناس اللي تحكم. ولاي على المستوى الخارجي. وحتى كان خرجنا ياخدوا هما اللي يحبهم مننا. معنى ياخدوا هما شحاشتهم. واحنا في المقابل ما ناخدوا شاي. ما يلزمكش في السياسة في الخاصة على المستوى الدبلوماسي. تعطي وكهو. يزمك خوضوا عطي. ويزمك تاخو اكثر من اللي تعطي. هذا يلزم انفي قوة شوية ونشوفوا ضغط. شوفوا شوفوا. اللومنا شوية حتى اذا ما سوفينا في القوف على السياسة الخارجية المغربية. لكن ساعات تقول الغرب يفهم كان بالقوة. ساعات يفهم كان بالقوة. بالقوة اللي تمكن به. ما مغرب ما عنداش زاعب. ما عنداش حاجة. اما حاول تعبر عن الغضب بمتاحها بطريقة معينة. خطر يحسوك ضعيف يجيوك الكل. ما تهم. يوليوا يعرفوا كيفاش. احنا احنا مسالمين برشة بصراحة ومانيش خايف لما نخلطوا على حتى شي. اه ان شاء الله اه تطور اه السياسة الخارجية وسياسة دبلوماسية بتاع رئيسة الجمهورية. ان شاء الله تتبع اه خاصة اه رئيسة الحكومة وبقية الوزراء ولو انه اصبح عنا شباح بتاع حكومة بصراحة. هو الحق اه في المسألة هذي بالذات. انا الحق لي خايف منه وان اه تولي اه سياستنا الخارجية والتحركات الديبلوماسية. اه تصوير اه تملع روسة. اه تملع روسة دي ما تحب تظهرها. اه تملع روسة دي ما تحب تظهر في تصويرها بالجداء وذي كان عند الحق يدخل كلي ولا بنتي فرح تحياتي وكل شي. اه بصراحة رئيسة الجمهورية تو في البداني تحترم نفسها. شوف فرنسا مثل. حتى البرسي باسانتع جيسات. اه تخطر موقع الحكومة الفرنسوية وذات الخارجية الفرنسوية. تو تلقى يعطيك معناها شنية دوسيات شنية المسائل شنو الدستانجو ما بين بالاكزمبل اه ايطاليا وفرنسا في اه جيسات في مسائل محددة. اه ولا ايطاليا اه فرنسا والمانيا. احنا بصراحة اولا الكوميونكاسيون متاعنا مايش كوميونكاسيون هي اه عمل فيسبوكي. يعني مثال ايطاليا جمهورية فالفيسبوك شعنده. فيسبوك. عندها موقع فيسبوك تهبط. وساعات يعملوا حاجات بيخلوهمش. كي بسايل رئيس حكومة وقتي بشيالك الكل اللي التلزة اللي تبسعتين. محبطوا هاش حتى في الصفحة بتاع الحكومة. لانوا فاهمون وانا حكاية فرغة معناها ماذا بيهم ما يوالوا هاش الحكاية. ماذا بينا وانو خلي دوسيات حتى للصحفيين. لسياسيين. لرجال الفكل. آآ لثينك تانكس. آآ للفاعلين. طوانا مثال عندي اصديقان قرأ الصحافة دي طالية بالقدير. في لغتها الاصلية. وعندي عديد الصحافيين طاليا يوميا معنا هيبعثوا لي ونبعثوا لمحاجات. مركزين هالنهارين على جزء مسائلهم. اللي هم. الهجرة ومالهجرة. حتى قلت لي بيخي طوان انت الزحافي. آآ وليت بوت فايلون بتاع الحكومة بتاعك. آآ حتى احنا روى مايساعدنيشي وانكم تطلبوا منه بشنوانيو احنا السجين بتاع آآ افريقيا. لانو طوى الهيرس الكبير مايزمشي التيحشها من افريقي. هيا ليبيا طواركحت. تونس هي اكثر بلاد عن فيها ما باعتبارها ديمقراطية. ومتخوفين من الوضع في وفي المغرب. وبالنسبة ليهم آآ يسميها لديك. يعني بالنسبة ليهم هي آآ آآ دخولينتي البالاجة الكبير. السد. الحائط. السد. الحائط. آآ معناها آآ آآ قلعة والقلعة قدامها سد. والسد هو المغرب العربي يويلز من المغرب العربي يتحمل سوريتو. وهو يولي آآ يشد في اخوانا الافايل قويلو. وتشوف احنا حتى ديجافة الصرفاتها العادية كما ليساعد في بعض المدن ليساعد في السيق. احنا ما زلنا معناها متخلفين نياسة على مستوى التعامل مع اخوانا من الفريقيا مثل شب الصحروية والاستوائية. ماذا بينا احنا رئيسة جمهورية هابت الدوسية تقول احنا بش ناقشو بارزان في القضايا الانالجيتيك. بش ناقشو بارزان في الممارسات الوسطة صغيرة. بش متوسطة صغيرة. بش ناقشو بارزان في قضية اعادة هيكلة الاقتصاد الدولي. دو لوكاليزاتشون خاطر اليوم آآ في العلاقة مع الصين تبين وانو ثم اشكاليات كوبرا وحتى في الصومين تاع الجلسات لاخيرة آآ لو صار مسارك. تمشي تقيد موقف. آآ سما موقف مبدئية تنجم تقيدها لو. آآ تقيدها تكتب مقال تعمل حاجة آآ اما متوليش هي رئيسية هاو هما اخذوا اكثر منها. هي بني اخذ اكثر منك لقاحة لخطر هو ينتج فيه ويدفع على صلاح البلاد ويدفع على المواطنين متاعو. هما هما عندهم آآ آآ العسمان لا اكثر منها احنا اي داكوردو. لكن انتي انتي كما كما قال لك انتي علاقات آآ علاقات آآ دو جول قال فرنسا ليس لها صديقات بل لها لمصالح. وقل عندك مصالح تمشي. والمصالح تتطلب احيانا اللعبة آآ معناها لاي الزلع والديبلوماسية. خد السياسة الخارجية مايش دبلوماسية. السياسة الخارجية فيها عملية لاي زلع. لمغاربة كالعام يقض يقض يعود ويجب دو حقية سبتة ومليلة وانا نعتبرها ذيك اراضي محتلة مغربية وعربية يعني كيف هي كما مازالة آآ شبع. وانهالة اللي صار تتفكر الوقت اللي جزيلت ليلة ذيك وصلت عليها مشكلة. وفكوها لمغاربة. وعودوا سبانيون اخذها. شا عملوا سبانيون. حطوا دي بومب فوسفورسانت وغيروا. اي. بش هبتوا العلب. فهمتهم. بش حتى صحفيين بنجموشي يستورو. لانوا يعطبوا لها ايهانة لهم. اي اه في الواجهة المغرب بسمها اشكالية كبيرة. من لو كانت تمشي لها وتشوفها اندي انا مالتي قامت تتغرر. ومشي تناويها وقتها. التنجا وغيروا. ومبعد مشي لها التتوان وغيروا. ومبعد حابتين. وش بدي خصوبتها بوليدا. معناها كتشوفها مش كبه انت يحكي لك عليها الو. تصور لقد رضاه اللطف اللطف يعني. اللطف انجو دي بيان اللطف. تمشي في منزل تبين مثال. ومبعد تلقى حيتي. يقول لك هذيك ايطاليا. وهو ما معناها شكونهم. ناش قريب يا والهواريه وداره شيش ودار علوش وحاجة ذيك فمت. اه معناها حاجمة خلس المو. ماذا تعمل غادي انتي. معناها ما جيتها كان بحتي لان. قولي لك ارضك تاريخية. باي وشبههم اللي عيشوا غاديك خمسة وشعين في المئة عرب. ومسلمين. ويصليم. ويعمل. فاسلي. استورطوهم باش تعملوا تلقى حذاري. يعني بكل صراحة. احنا اليوم ماذا بينا تكون عنا سياسة خارجية. فيها نوع ميناء النياب والمخارب. شيدنا صلى الله وسلم لما كتب الهلاق العظيم المجلوم. قالوا اسلم تسلم. معناها تخلوا في عقلية رابول دفرش. فهمت. ويطاليا وفرانسا ما همشي نجاشية الحبشة. مش ان فيها امريكا اللي يظلموا عنده احدهم. لأ سمحني. يضربوا على صلاحة بلادب. ويحبوا يأخذوا هما لأخبار دو قاتو. اليوم عندك اراضي دايما في تونس حتينا عليها العالم اجمع. حتينا عليها الشنو. حتينا عليها القطريين. حتينا عليها الفرانسيس. انا نحب نعرف انتي كي ماشي مثال. حذر دوسي ويهبتوا بتواحدنا نتناول هذي مسائل. ولا عمل دي بريفينج. لو متات. تقول لنا مثال ما نعشبكش. لكن مثال آآ نقول لنا مثال زياد آآ كليشي. لكن زياد يحلل. فهمت كيفية. مثال انا ما نعشبكش انتي فلان وانا زياد كليشي. بنعكيش عليها. صوفيان بفرحان. على اقل كيبدأ عنده معلومة عنده هو من المخزون الفكري والتحليل وغيرو بشي يعمل مسائل. وهو ما كتجي تحكي معهم يقول لك ها شوف صحافة بتاعناش تكتب. انتي شوف. تونس تعمل مالشي مع المانيا تقلو مون زود متفيك. تونس تعمل مالشي مع آآ اليابان آآ تقل صحافة طريانية هاتطانيك. آآ تونس آآ تعمل كذا مع كوريا. تقل صحافة لا بالنسبة دي. يا ولدي وصلوا بالحنا حكيونا زيت زيتونة. بالله منهم خبيل هونافوا هنا. وصلوا في اللقاءات رسمية. قالوا لهم. ما عاش شون ما عاش شزرعو زيتون ايه. صحي. قالوا كيفي? قالوا كعندكم لكوتا. عاتيكم ستين ارتونات. اه. ما تزرعش الزيتون. قالوا يا ولدي لو زيتون حتى كنوزرعوه يساهم في حماية التربة. اه. وفي مقامة السحر ومتاعنا الزيتون. يوم زيتونة اول زيتونة. ودبر عليها ودبر علي في آنخل. اه. اه. معني اول زيتونة في التاريخ اللي قلقاها في المجلس الدولي. انت زيتونة. خرجت من قبس. قبس. والزيتونة مشادل لأوروبا. ايه. وفي مقامة السياسيين داخلوا على اللقاء. ايه. يدفع لك على حاجاتك هكا على خاطر حسابات. احنا ماذا بنا. الشيس الخلاجية به. يوخش سي عثمان جلاندي اللي هو اللي يبلو ماسي. والحيي هو اغتاعم الحاجات. سير تريجي موليك يتمشي. احنا ماذا نقول له. لا نحن نضد احنا معك. انتي باش تمشي حاملة راية هايزة البلد. واجربو هايزة البلد. وانا نشيد الوطن تاع هايزة البلد. واحساس ووجدين هايزة البلد. هم. تعتين عليش قاعدة يتمشيو. ما تهزليش معاك. ما حالشيش كما نقال يكش نمشي معك. حكي سر. لانه طوى الغلام الجديد كل واحد يهزو جماعتو. وش يا اخي اعتمد انتي. قولوا احنا مثال موسعنا مية. قال احساس كيفاش هي اه اسامة. شاب واسيم وغلوب. بشي ولي معتها مدم تعليز على هذي. في رئيس الجمهورية. كمان يحنو في امريكا لو قاعد غادي. عيش غادي. عيش غادي. معناها كاذ مش يمشي القدرة واحد. وهو تلحك سؤال انتي رئيس جمهورية تجري تخرج مرة في خمسة ايام. مرة في الشهر تحكي. لك كل يوم عندي كان بريفينج. وفام لي. وفام ما سوفين سمحني. اذا كم اخرش رئيس جمهورية عنده ناطق راسمية. هادا شنو اي. اي. كي يخشوا ناطق راسمية. يجي اسامة يقولوا بالله من فضلك بيقول لطف ونطر من سيادتك سيادت رئيس جمهورية. سمعنا ماشي. بيتطلع بين من رئيس ما تريده. عليش بيتطلع من رئيس ما تريده. واشنو مغزة هذي الزيارة. وعليش هلوقاية هيدا وعليك هذة. اه. يقولوا لو اواصل صداقي. يقولوا بربي لا لا مانيش في صداقي. ما فضلك احبوا معلومات للمواطنين يحبوا وعفوا على مستوى التشغيل على مستوى الهجرة على مستوى التعامل. هادا فهمت وين سديجا موجود. هذي الاشكاليات اللي احنا الحق. والله العظيم. وقت بنعلي انا كنت نبدأ قعد والله العظيم يجيوني دي دوسكي. القوى عندي اه في عريق تونس بجزاء. وقعت خلافات. عريق تونس بالمغرب. الخلفية الخلافات. وافضل الكل. يقول لك عرفتك المعلومة يجي كنت كنت عقافي وما تخلل هير. وآآ الكميسيون ميك تونيزو فرانسيد. الفرانسيس يحبوا وقالوا البورت المانات متعب بحر متعنا. البورت المانات متعب بنزلت متعنا. آآ كازين متعنا. وقل لك احنا هوا الموقف نطع تونس. احنا نقول لهم لا. اذو كمتعنا احنا استرزعناهم ولا حاجات كيما هكا ولا غيره. تبدأ عندك الخلفية. الباك جراوند. عليش على خط اليوم لعبة اوبام. يخي باش تفسروا انه بورجيبة كانوا يستقبلوه كيبار رواسية. هكا معناها يحبوا يظهر معاه. كانوا يعتبروه كيبار عبد الناصر وكيبار احمد سوكارن وكيبار جوزيس بروستيتو من اكبر شخصيات العالمية. يعني كلي ديك خلاجه مع بورجيبة في نيويورك. يا حسن في سلطه هو. زعيم كاتر. هاي. كلي كيلا هذي كان كمباتان. واللي مشابه في فرنسا بالترغيب والترهيب والضرب بصليح. وتفاوض وعمله وكذا. شي ساعة. وبني دولة. وبني دولة. الرجل عنده رؤية. البيجي قادر سبسي. حكالي مرة قال لي. قال لي يا من حبوش اذك اه. اه اوباما. اصبر ولد عبنا ابو عماما رو فريق. خليه تعف عيش بحبوش سفين حاجتين. قال لي هو اه اه انا قصيت. يقف حضاه يبدا. قال لي سانين دي مع ابني. اه 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 اه. قلو فسر لي كيفاش التوطن في سياسة وعمل كاشتر سياسين. سياسين بكل بس. اه اه. وهو ماونه ينكت ويل بالسمليح الباجي ويسحل حقه يرحمه. رغم اخطأه ميستيه يا سيد دكتور. خلي لها تكامل. هو. وكالاخر بتاع فرانسي. كني هتكامل وبيح كماري. مش البرزيدان كمان فوفيت. تعم في سبول. تعمش كذي. يكال شاك اللي بتاثير. فقل البيجي لهالي تهبوه بحاجة قال بسوة تعمل حسنواني. اه. اه. خلي صغير. خلي قلقني. بشي وليك وان وشوفنا هسال تماما قاعد ما بين اه ترامب. الصفة الولانية. ليه مقعدش من بعضنا. الصفة الولانية ملكل ترامب. اه. اوباما وماكرون. ويحكي مع ترامب. ويعملو حق. اه. لامريكان. كلها فئة. مع انتا قاموا. اه. لامريكان يقول دون بونت مي. اعم. طعم ملو هاتا مانا يا راي اه. وانتتود خايبة. 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 ليشارة بالسبوع ما يحبوهش. اه. بشي يقول لك وانو. احنا عانة رئيس الجمهورية. لما يخرج رئيس الجمهورية. لما يخرج رئيس الجمهورية. ثمان. لامريكان. وانو يختزل الامة. في. وان من شو. في. وان منت لاند. هو مثل الامة والوطن والمؤفسات. وليس بكل دونس كلها. اي. احضرنا على القل. الخلفية بش نعرف. ثمانين. وصحفية ممشي توددو لك. انا غدوس بحك انت حابتها ونجيب لك شنية دوسيات كلها. سنسابل عندي علاقاتي في ايطاليا. نجيبوا الاخبار. ونعرف شو مالي بواني بيونيو والسلاعات وحاجاتك بهاك. بانسر احنا نطلبوا منهم بكل لطف وانو يتعاملوا هك. خطر احنا مانا الا سند لوطننا. هدون يختلفوا حول كل شيء الا حول الوطن. نجيبش نختلفوا حول الوطن. معناها الوطن ومصلحته العليا وغيره. اه هذيك اه. ونطلبوا منهم الكل بش عملها. ايو تنجيب متكون ملفات. نجيب متكون نفهمها اتفاقيات بش تثمت ما انت تصحفها. اتفاقيات مش تعملها بانت بش تسير مع ايطاليا. بش تسير مع ايطاليا. بش تعملها. لكن اعطينا الاساس وهذه بش يخدموا المسحة العامة بش الشعب اه يعرف. اه بش نحبوا الطلبة بتاعنا تولينا ينجحوا السناء. قديش ندبروا اه دي بوخز معهم. لزيارة الاخرى متاع رئيس حكومة الفرنساوية. اه سامحني. خذينا المعلومة عنده فرنسيس. اكثر ما عنده تونس. جوسف بش نعطي نصيحة للسيدة السياسيين. براو الخبر ولا السر في تونس ما يتخبيش اكثر من ثلاثية. مهما خبيتو. مهما بحلة تونسا ما نقومو ديما بالواجب. قوليك انترونو. وهي لاحظة تخرج درجين اخرين تلقاها منشورة في الحومة كاملة. مهما ترى كل شي بش يخرج كل شي. المفيد عطيونا احنا المعلومة. تعطيونا ايش معلومة كل عطيونا شوية. بش نجمو نخدمو خدمة الصحفية. ما نقعدوش نجيبو في الاخر ايش سبه لذيك والاخر سبه لذيك. على الاقل نعملو حاجات تنفع المواطن. لانو هذيك هي خدمة الصحافية. يأخو المعلومة. والمعلومة ذيك هي عملت قاطوعة متاعو. ويخرج نوع من التحليل. لكن بقية اذا كانت تحبوا انتوما تخرجوا للزيارة. تمشيوا. على كاست الدولة. وتروحوا. وبعد وحدكم وحدكم. تقولوا زيارة ناشحة. ما نقالش ربي هكا بصراحة. يأخونا نقولوا ناشحة. ناشحة شوية. ناشحة برشة. يعطيك الصحة. ما رجاء يعمل مخير. راي الزيارة ما يشباهي. اذيك هي خدمة ناحنا. الزيارة ناشحة مش تقول انتي. نقولوها نحنا. هذي. والسيد الرئيس الجمهورية عادل يهبط شوي على القاعة. ويتحدث معنا. رانا موجودين رانا توين سرها. نهارة مشينا بل البلاتو هذا معي احسن لهماني بشا عملوا انترويو في قصر قرتاشو. يا اخي سألو زميل كان حضرنا معنا. قالوا اشتاحوالك سيد الرئيس. قالوا كونفوفا اي مداب. هؤنا نعرف بمسورة هي جملة قالها التاليلون. تاليلون شدو زي خاروية فرانسة مرة تلسين سنين. كان كان انتهاج كميل. شد مع الساولة وصالة مضادة معناه بوليون. مع الملوكية معنش كل حسين. ذكرني بوحد. مع الويق. وهو سيد كان معناها عيب. يمشي ساقم ساقم. حتى حتى نابوليون كان يعشكو. شاتو بوليون يكروا. يكروا. قال نهارة خلق مع واحد اخر قال. لفيس. لفيس منتك على الكريم ولا حاجة. هاك الحسين. وهو شي احكيتو. هي حابة تسحك عني. خاتل كمان اللي بو. احوالك وانتي زي ما هاك تتلفح. يعني هو. اه اعرج. اخي قالها هو. كون فو فاي مادام. هي حولة. خينا قدس التاليلون. الله يرحمك. رحمن. اه رجعينا معكم شوية اخر نعطيكم فكرة على احوال التقس. وبتبيعة البريم تايم كما العادة. يتوصل معكم حتى للعشرة امتاع اصباح بمختلف الفقرات. مختلف المواضيع اللي تلقاوها. معنا نبدأ بصوت محمد الجاموسي معلوم وراجعين معكم في بقية فقراتنا وموزيكتنا وصبحيتنا.